السلام عليكم في الفيديو ده هنتكلم عن روزنبلات برسبترون طيب ده كان اول ظهور لكلمة البرسبترون والبرسبترون ده هو سيمبلست فورم من النيورون نيتورك يبقى ده اقل حاجة تقدر تقول عليها انها نيورون نيتورك ماينفعش تقول ان مكلوتش موضل نيورون نيتورك ليه؟ لان مكلوتش موضل الويتس فيه مكاتب تتعدل ماكنش بيقدر يمشي على learning rule هو بيحل الانيكوالات ازي جيب الثيتا وخلاص على كده فهنا بقى بدأنا اول طالع ان احنا نشوفها ايه؟ حكاية ان احنا نغير في الويتس لحد ما نوصل لموضل منطقي طيب وهو سينجل لير نيتورك هو بكل بساطة شكله عمل كده الشكل العادي اللي احنا متعودين عنه بتاع النيرون بس هو ليه اسمه بيرسبترون علشان البرسبترون شغال بالساينم اكتيفيشن فونكشن ده اللي بيميزه يبقى هو البرسبترون كده كده نيرون بس هو النان لينير بيشتغل بفونكشن واحدة بس اللي هي ايه؟ الساينم فونكشن طب يطلع يا بوسط فون يا نيجاتف فون يطلع بوسط فون لو الساميشن بتاع الدابليو اكس بلس بي اكبر من او بيساوي الزيرو ويطلع نيجاتف فون لو الساميشن ده اصغر من الزيرو بيخش له اي عدد من الامبوتس عادي اي عدد من الاكسات ويتامل عليه السامف بروديكت عادي خلص وبعدين الاكتيفيشن اللي هي بتاعته اللي هي الساينم يطلع الاؤبوت يبقى الاختلاف هنا ما بينه ما بين ما كلوتش فاول حاجة الامبوت ده بياخد عدد امبوت حدي حد اكس ام حدي بفش مشكلة تاني حاجة هو هنا شغال بالساينم فهو شغال بالنان لينير اكتيفيشن فونكشن طيب هنتكلم بقى على ايه الكونفرجانس الاجوريزم بتاعته احنا محتاجين نجيب الويت اللي بتستسفي نواة W transpose X تكون اكبر من الزيرو لاي امبوت فيكتور X بيبلونج لكلاس 1 وان ال W transpose X اصغر من او بتساوي الزيرو لاي فيكتور بيبلونج لكلاس التاني يبقى ده بيكون هدفنا دايما واحنا شغالين عايزين نقف لما نجيب الو اللي بتحقق التوق ان الكواليتس دي بس احنا مش محتاجين اكتر من كده طيب لو البروبلم هكنا تكلمنا عن حكاية دي يبقى نادر نقول ان هو هيكونفرج بعد يعني بنكون ضمنين ان هو كده كده هيكونفرج طالما البروبلم لينيار سيبرو بروبلم طيب هنا بنتكلم تاني عن حكاية ايه ان النت سيجنل اللي هو السميشن بيقول لك هنا ان انت ممكن تكتبار النت دا بطريقة تانية تجيبو بطريقة تانية يعني باستخدام ان انت تجيبو كايه كانر برودكت ما بين ال W وال X الانر برودكت في الفيكتور ركاب عليه يعني يعني ان انت بتجيب نورم الفيكتور الاوليني طيب مز نورم الفيكتور التاني في كوزاين الفا ويرن الالفا دي هابتكون الانجل ما بين يعني من الاخر لو ما ادلكش هنا المسألة والحاجات دي واضحة ان دي وده لك هتحل بالرول التاني ده اللي هو بتاع النت بتساوي نورم الدابليو في نورم الاكس في كوزين الفا. طيب في اللي احنا شغلينا عليها احنا قلنا طبعا بما ان الويتس هتتغير فده معنا ان احنا شغالين بلورنج الجرز. الارر هنا عنده تلات حالات. ايه هما السريك كيسز دول? يا الارر بزيرو فساعتها انا مش اعدل في الويتس. يا الارر بتو. يا الارر بنجاتف تو. طب ثانية واحدة واحنا بنحسب الارر اصلا ازاي. الارر هنا بنحسبه. تارجيت ماينس البرادكشن. تي ماينس الواش. تارجيت اللي هو الليبول الفاعلي اللي موجود على الاكسامبل. ناقص البرادكشن اللي انت طلعته بعد ما عملت الو اكس بلاس بي. وعملت لها اكتيفيشن فونكشن الساي نام. هيطلع لك الواي. هي دي الواي اللي محطوطة في الرو. هيبقى الارر اي اي اقل التارجيت اللي هو اللي اللي معنا ناقص البرادكشن. فعندي تلت حالات ما اللي هومش رابعة. هيبقى بزيرو هيبقى بطو هيبقى بنيجاتف تو. وايبقى الرول اللي انا ايبقى الدلتة دابليو اللي احنا كنا بنقول عليها دي. هي هتساوي زيرو هتساوي اكس وهتساوي نيجاتف اكس دي. هتمشي في اتجاه الاكس او هتمشي في اتجاه النيجات في اكس. الدلتة دابليو دي هيعبار عن الايتا مضروبة في في اكس. ده بالزبط يا جماعة آآ نفس الشغل اللي اشتغلناه في يعني نفس الكلام بالزبط. ولكن الحروف نفسها متغيرة بس مش اكتب. يعني الايتا دي اللي هي الشبه الان شوية دي الليرنين جريت. التي ماينس وي ده الارر. الارر بتاعنا. ده الكلام ده هتديرف في الاكس. ويرن الاكس ده ده بتاعنا. يبقى ده كده بتجيب ايه دلتة دابليو. دي كده اللي هتعدل بيها على الويت. يعني انت كل اللي انت هتعمله هتزود على كل الويت الدلتة دابليو بتاعته. طيب هنتكلم بلاطي على الاررنين جريت وهناخد بعد كده نشوف المسائل بتتحل ازاي. اللي هي اللي احنا بتاعتك صغيرة جدا. ده هيبطق. هتحتاج ايه بوكس كتير علشان توصل للويتس الصح. لو كبيرة جدا ده هيؤدي ان انت هيحصل ازاي ان انت ممكن تعدي فتفضل ان انت ايه عمال تتخبط من اليمين للشمال كده. عمال تتخبط ما بين ايه? ومش عارف تنزلي عند المنموم. طيب اه هنا دي بتاعت ايه? انت بتبدأ براندوم اه ويتس. وبعدين تفضل شغال بقى. اه تمسك كل اه اكس والتارجت بتاعه اللي هو اللي هو. طيب. تحسب بتاعك ازاي بتاعنا انا زي ما قلنا دابليو في الاكس بلس البي وبعدين ادخل الكلام ده اللي هو النت على فيطلع لي دي كده بقيت بالنسبة لي ايه? دي اللي انا حسبتها. طيب لو لأ ابدأ اخش اعمل قضية للويت. ازاي? يبقى الويت هيساوي الويت الجديد اللي هو ويت الاي بلاس وان اللي هو الويت بتاعنا يعني. هو اي هنا هو فاحنا نسبنا من حكاية دي هو عموما ان هتعدل في الويت. فالويت هيساوي الويت نفسه زائد مضروبة في الارور اللي هو الديفرنس ما بين التارجت والاوتبوت اللي طلع في الاكس اللي هي الامبوت فيكتور. ده الابديت العادي جدا ان احنا بنعمله وعارفينه بتاع ايه? التعديل على الويتس. طيب اه لو التارجت طلع هو هو مش هنعمل اي حاجة وتمام على كده ونفضل متكملين اللوب. اه هنيند فور يعني فور اللوب نفسها هتفضل نكمل لحد ما خلص كلها وبعدين اه احنا كان فيه ريبيت فوق فرقم اتنين ريبيت دي اه اعتبرها فانت بتفضل شغال في كبيرة جواها الفور اللوب دي. طيب عايزة من دي يبقى محتاج ايه انت بتكون محدتها. ايه هي مسلا? اه في ان الايبوت كلها ما يحصلش فيها اي ارور. يعني لو انا عندي اه 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 ان ترينينج اكزامبلز يبقى اخش ان مرات في الالسة. ما عملش اي حاجة. ما عملش ولا اوضيت للويت. لو وصلت للمرحلة دي ساعتها تمام. ساعتها تبريك من الويل لوب. يبقى انت كده خلاص ايه? الايرور بي عندك بقى بزيرو. وتمام انت كده عملت كونفرجنس للبرسترون. فديه الليرنينج سكيم بتاعت ايه? البرسترون فيها نفس الكلام اللي احنا كنا بنقوله. طيب في الفيديو جاي ان شاء الله هنتكلم عن ونشرحها واحدة احدا ان شاء الله يعني كده. والدنيا هتوضح اكتر. السلام عليكم.